من جانبها أكد المقدم طبيب منافل قحطاني عضو استشاري الأمراض المعدية بالمستشفى العسكري وعضو الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا بوعي المجتمع البحريني الذي أثبت اليوم على أن البحرين فعلا قادرة على تخطي مختلف التحديات بتكاتف أبنائها موضحا أن هناك ثلاثة مراحل من الممكن أن تواجهها الدول في تعاملها مع الفيروس في مجال مكافحة الأوبئة وهي مرحلة الاحتواء ومرحلة الحدي من الانتشار ومرحلة الكبت في علم الأوبئة عندنا في مواجهة أي وباء علشان نواجه هذا التحدي بأقل الخسائر واللي أنا يشعرني بفخر ربي لك الحمد من الدول اللي فعلا واجهنا هذا التحدي بأقل الخسائر مقارنة ببعض الدول هناك ثلاث مراحل رئيسية أحبت أخذكم معاي مرحلة مرحلة قبل المرحلة الأولى هي كانت مرحلة الاستعداد والتهيئر بدناها في بداية شهر فبراير حصرنا الطاقم الطبي الموجود عملنا الخطة الوطنية حصرنا الطاقة السعابية للعزل وللحجر وفرنا الدواء قمنا كل الأشياء هذه حتى قبل حدوث تحدي فيروس الكورونا المرحلة اللي بيتشي بعد التهيئة هي بتكون مرحلة الكنتينتمنت اللي بالعربي حنا نسميها الاحتواء يمكن شعرت فيها في أول سبعين من تحدينا في فيروس الكورونا تنتظر في أول مؤتمر صحفي كنا نتكلم على عملية الكشف وفحص المصاب بفيروس الكورونا وبعدين كيفية عزل الحالة القائمة ومتابعة المخالطين عملناه وما زلنا نعملها بس هذه كانت هي أول مرحلة مرحلة الاحتواء اللي حتى انتم ما شعرت فيها ان حياتكم تأثرت فيها المرحلة الثانية وهي المرحلة اللي احنا موجودين فيها حاليا واللي يعني ربي لك الحمد يعني قدرنا نستمر فيه لمدة أسبوعين إلى ثلاث تسابيع اللي احنا نسميها المرحلة الحد من الانتشار بالمصطلح العلمي الميتيكيشن الكل سماعا نحنا استمرين في إقلاق المعاهد والمدارس كانت هناك توعية مجتمعية في وسائل الإعلام على كفية مواجهة هذا الفيروس تكلمنا على خلك بالبيت والتباعد الاجتماعي وجميحة وجميحة هذه المرحلة اللي احنا ما زلنا موجودين فيها وجودنا فيها لثلاث تسابيع بدون ما تحسون بتأثر في حياتكم اليومية في القذاء في حصلكم للدواء في حصلكم للذهاب كل المستشفيات المطار مفتوح نستقبل اخواننا البحرين اللي خارج بحرين المقيمين هذه بحد ذاته انا اعتبر انجاز حق مملكة البحرين المرحلة اللي اتي بعد الاحتواء المتغيشن اللي يسمونها الكبت أو المنع اللي بالانجليزي نسميها السبريشن انا اتوقع سلسلة الاجراءات والتدابير الوقائية اللي تم اتخاذها هي ضمن التقفيف المتبعة في مرحلة الحد من الانتشار اثبتت نجاحها وبشهادة عالمية ودولية الهدف في خطة التخفيف في مرحلة الحد من الانتشار هو فعلا تقليل معدل العدوى ليصبح اقل من واحد اللي نسميه الار نوت او الار زيرو يعني في مرحلة الكبت او المنع هذه نحاول ان ننزل من حدة الاعداد ان نشوف الكيرف ينزل تحت وبعدين نرجع نفتح العملية شوية ترجع حياتنا شوية طبيعية وبعدين نقلق مرة ثانية هذا بتكون على فترات شوية طويلة ان شاء الله بحوالها ولا بتحسن فيها يعني خلال الاسابيع اللي لا بتشعرون فيها بناخذكم فيها خطوة خطوة ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة